إذن تعمد أوروبا إلى تكثيف استخدام الإجراءات والآليات الأمنية لمواجهة الهجرة غير الشرعية والحد منها بعدما أصبحت القضية مبعث قلق للقارة العجوز وتهديدا لأمنها المجتمعي وبعد فشل إجراءاتها في الحد من الظاهرة راحت الدول الأوروبية تعرض مساعدات مالية ولوجستية لكبح تضفقات الهجرة من ليبيا وتونس في هذا الإطار قال مراسل الحدث أن خطة عمل أوروبية لإدارة الهجرة تقضي تقديم مساعدات مالية إلى المغرب وتونس ومصر وتركيا كما أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندرلين عزمها تقديم ثلاثة تقارير حول إدارة الحدود الخارجية ووقف تضفق الهجرة غير الشرعية وتقدر المنظمة الدولية للهجرة أن إجمالي المهاجرين غير النظاميين عن طريق البحر إلى أوروبا تخطى حاجز الاثنين وثمانين ألفا هذا العام ويقول خبراء من الهجرة أن عدد المهاجرين الذين لقوا حتفهم أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا عن طريق البحر ناهز الألفي مهاجر ووفقا لتقارير إعلامية فإن عدد الأشخاص الذين يفقدون حياتهم كل عام في البحر المتوسط صادم لكن هذا العام في طريقه ليكون أسوأ حتى من العام الماضي نظرا لاستخدام المهربين لقوارب غير صالحة للإبحار بأعداد هائلة من المهاجرين غير النظاميين خاصة من ليبيا وتونس ولطالما كان الطريق الليبي أخطر من الطريق التونسي لأنه أبعد لكن مع استخدام القوارب الحديدية أصبح الطريق التونسي أكثر خطورة منذ قبل بالمقابل تراجعت حصيلة عمليات الإنقاذ في البحر لمساعدة القوارب المنكوبة بسبب قلة الدعم المقدم وارتفاع عدد القوارب المتجهة صوب الضفة الأخرى من المتوسط لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات